قرار الدولة تخصيص ألفي شقة من برنامج الترقوي العمومي لأبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج سيسمح بضخ ما يقارب 153 مليون أورو في الخزينة العمومية وزارة السكن تفتح باب الاكتتاب أمام الراغبين في الحصول على شقة بأرض الوطن في الفاتحة من شهر فيفري المقبل وبما أن سعر المتر المربع حدد بـ 95 ألف دينار فإن أسعار الشقق حسب سعر الصرف الرسمي ستكون كما يلي شقة من ثلاث غرف بـ 900 مليون سنتيم مع احتساب الرسوم أي ما يعادل 60 ألف أورو شقة بأربع غرف بـ 1.100.000.000 سنتيم أي 78 ألف أورو وشقة بخمس غرف بـ 1.300.000.000 سنتيم أي 92 ألف أورو صحيح أن أسعار برنامج الـ LPP الموجه للمقيمين بالجزائر والمغتاربين متقاربة لكن بمبلغ 60 ألف أورو يستطيع المواطن شراء الشقة في أرقى الأحياء الأوروبية كباريز التي يقدر متوسط سعر الشقة بها 70 ألف أورو تقريبا وببرشلونة الإسبانية التي تبلغ قيمة الشقة بها 40 ألف أورو فهل ستكون هذه الأسعار في متناول أبناء الجالية وتحقق بذلك الحكومة مدخيل جديد بضخ بعض الملايين من العملة الصعبة في خزينتها؟